إخواني أخواتي السلام عليكم أيثما ذي اسمه أزو الغيفون إخواني سنتكلم اليوم عن مدينة أخرى مغربية ألا وهي مدينة أصيلة السادة السيول في غرم أصيلة مدينة أصيلة هي واحدة من أقدم المدن الساحلية في شمال المغرب وتتميز بتاريخ طويل وثري يمتد لقرون تقع المدينة على بعد حوالي أربعون كيلومترا جنوب مدينة تنشا على المحيط الأطلسي وتشتهر بجمالها المعماري وطابعها الفني مدينة أصيلة معروفة في العصر الحديث بمهرجانها الثقافي السنوي الذي بدأ في السبعينيات من القرن الماضي هذا المهرجان يجمع فنانين وأدباء مثقفين من مختلف أنحاء العالم ويشمل فعاليات فنية متنوعة مثل الرسم والموسيقى والأدب ما يجعل المدينة فريدة هو الجدران الذي تزدان باللوحات الفنية التي يبدعها فنانون من مختلف الثقافات ما يجعل منها متحفا مفتوحا كما أنها تتميز بمعمارها التقليد الذي يعكس التأثيرات الإسلامية والأوروبية المدينة القديمة محاطة بأسوار عتيقة وتحتوي على شوارع ديقة مرصوفة بالحجارة ومنازل بيضاء تتزين بأبواب ونوافذ زرقاء تعتبر أصيلة وجهة سياحية مهمة بفضل شواطئها الجميلة وجوها الهادئ المدينة ليست مزدحمة مثل المدن القبرى في المغرب مما يجعلها مكانا مفضلا للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة والثقافة يغرمن أصيلة إج جغرمان أن تقليد المغرب إلان سافلا قيديس إن أقراو المحيط الأطلسي أقراس دي غرمن تانجا إلا كوز مراو إن كيلومترا ثقلان لتوى السنس ثخول ما سيتوس خانس وملال ذا إلنس غرميلا ومالز ديقنين ثيد دار نس غوذانين غرميلا وخولاي أملال ذا زولاي لتوى السن وسا سن أن مقر جميت جين أزاوان لتجين ديقس توسنا لتجين ديقس أنس كل نقومد لان لتفد ديقس تفريست نتيفلين لرانت آم إذغا أسالاي إرين لتفد خول ديقس أسونغ ناغ نقادير أغار نثيد دار في ملالين غرميلا في قورين في زغزاوين عند أزولاي مدينة أسيلة هي مكان مثالي لمحب السباحة أو الاسترخاء على الرمال شاطئ بارادور هو الأشهر حيث يجمع بين الطبيعة الجميلة والمرافق السياحية لتوسن سيل نس بميتينين بارادور لا إزيل سخزاز النس ومن نسز ديقنين خولونيران هذه الدور دونيثة هذه الدور وانسا هناك دين غرم من أسيلة مدينة أسيلة ليست مجرد مدينة ساحلية جميلة بل هي مزيج من التاريخ والثقافة والفن وهي مركز لرقاء الثقافات والفنون إنها وجهة مثالية لمن يبحث عن الهدوء والتأمل والاستمتاب الجمال الفني والتاريخي إخواني أخواتي الكرام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أنتم وهاليكم وأصركم الكريمة أيثما ذي سما أخونا تشغل ما ذهناك نديث وخامنون تقمتنون الثمقيس تمين وديدان إن شاء الله تانمير في القوثن والماثن ملوك شكرا لكم أختكم ملوك شكرا لكم